السلام عليكم اخوتي واخوتتي كديرين لبسا لكم تمنى تكونوا بخير وعلى خير لنكن نشكركم بزاف على التعليق الرائع ديركم وعلى التحفيز ديركم اليوم ان شاء الله سنقوم بتصحيح امتحان تجريبي فيه الاغلبية دي الاسئلة على شكل كسا ام يعني الاسئلة اللي كيت تعطاوه بزاف يعني كيت تعطاوه بطرق مختلفة وفي نفس الوقت سنقوم بتصحيح ديال الدروس سنة يومين بتصحيح القرارة الاسئلة ونشرحوا الدروس وبالنسبة للتعليم بالتنوب رغم نحط ان شاء الله فيديو غيكون ان شاء الله اليوم ولا غدا يعني غيكون مراد لفيديو بإذن الله وكذلك لو بغيتون نعطيكم مثلا ديكي السوم حالك في الرياضيات خليوا ليفتع علاق الى بغيتون نحاول نعطي الاسئلة بزاف اللي كنت تعطف في الكوسين دي الرياضيات اذا نبدو على بركة الله قال لك يوجد الماء في الطبيعة على ثلاث هذه الحالات حالات فيزيائية اذكر هذه الحالات مع اعطاء مثال لكل منها مزين اذا عدنا الحالة صلبة مثلا بحال الجليد كذلك عدنا الحالة السائلة بحال المياه الأنهار وعدنا كذلك الحالة الغازية بحال بوخار الماء إذا ممتاز لحالات الفيزيائية التي لديناها أما الحالة الصلبة أو السائلة أو الحالة الغازية سوف أفهم بالتنسبة للحالة 지وفة الجهاز الغازية للإنسان ؟. أريد أن تكون على الفم، الحلق والماري، الماعدة، الماعدة، الغالي و الغالي مستقيم للشرج مزين إذن هذه هما العضاء الجهاز الهضمي بالنسبة للإنسان بالنسبة للسؤال الثلاثة قال لك أملأ الفراغ بما يناسب قال لك الأغذية الواقية تحمي جسم الإنسان من الأمراض إذن شنه هي الأغذية الواقية الأغذية الواقية هي الفيتامينات والأملح معدينية والألياف النباتية مزين بالنسبة للأغذية الطاقية تزوي الجسم بالطاقة اللازمة إذن الأغذية الطاقية كنعرفها هي السكرية وكذلك زائد الدهنية إذن الدهنية تخلف في الأغذية الطاقية لذلك الشيء الذي ينسى من فوق البرد كي يأكل زيت العود لأن النار كتعطي الطاقة للجسم مزيد بالنسبة للأغذية البانية تساعد الجسم على النمو وهذه الأغذية البانية هي الماء زائد البروتيدات زائد أملح معدنية إذن هذين تعقلوا عليهم وتعرفوهم لأن يقدروا سؤولكم عليهم في يوم المتحن بالنسبة للسؤال الرابع قالك أجيب بي صحيح أو خطأ تتم عملية الامتصاص في الماء الدقيق صحيح إذن بحيث تتعرض مواد القيت للامتصاص على مستوى الأمعاء الدقيقة حيث تنقل إلى الدم واللمف ليقوم بتوزيعها على مختلف خلايا الجسم إذن الامتصاص كالثمات الظاهرة بالامتصاص المعاوي مزيد وهذه المواد القيت لا ذكرناهم كينا أحماض أمينية كينا قليكوز أحماض ضهنية وقليصيرول كينا أملح مادينية وفيطامينات إذن هذه هما مواد القيت مزيد بالنسبة للسؤال بي قالك عملية الامتصاص في الماء الغالد خطأ ما كتوقعش في الماء الغالد بالنسبة للسؤال السي قالك في الماء الدقيق تتحول المواد الغدائية إلى سائل بواسطة العصارة المعاوية صحيح إذن في الأمعاء الدقيقة كتفرز لنا واحد العصارة اسمه العصارة المعاوية بالنسبة للغاز الذي يعكر ماء الجير هو تنائي الإكسجين خطأ الذي يعكر أنه ماء الجير هو تنائي أكسيد الكربون قالك تتكون الطمرة نتيجة تحول السودات خطأ ماشي وإنما المدقة تتكون طمرة نتيجة تحول الكأس خطأ تتكون طمرة نتيجة تحول المدقة صحيح إذن الميضقة هي التي تحول الأص Kurt H بالنسبة لعبة AM حيث تحر Ä cdI شفر هذه الميضقة في l QA لنعم التطبيق لأصد Paul H الزهرة مزين تنتقل الحرارة من الأجسام الساخينة إلى الأجسام الباردة صحيح بالنسبة للسؤال الخامس لاحظ السلسلة الغدائية التالية عدنا القمح يأكله الفأر ثم الفأر تأكله الأفعى وكذلك الأفعى يأكله النسر مزين ماذا يحدث عند انقراض الأفعى هنا لاحطم عائلة القرض الأفعى يوقع على هذا وغير تكتروا لنقش لقال ليأكلهم بالنسبة للفأران يزداد عدد الفأران بالنسبة للنسر إذا نقارض النسر سينخفض عدد النسر إذا نقارض الأفعى الفأران سينزداد وبالنسبة للنسر سينقصه يعني لا يلقى النسر ما زال من يأكله بالنسبة للسؤال السادس أجيب بصحيح أو خطأ قال لك الألومنيوم جسم موصل للحرارة نعم يعني الجسم يوصل للحرارة قال لك نسمي تحول جسم سائل إلى جسم صلم بالإنصهار خطأ إذا من اللي كان تحول لدينا جسم سائل إلى جسم صلم كنظره على التجمد قال لك يتكون الخليط من جسم واحد فقط خطأ إذا الخليط تكوّلنا من مادتين ولا من المكوينين إلى آخر مثلا من اللي كان نخلطه مثلا اللوبيا مع العدس رأى كيكون عندنا هنا خالط قال لك السكر جسم مذيب والماء جسم مذاب خطأ دائما كيكون عندنا الماء هو الجسم المذيب والسكر ولا الملح كي تسمى المذاب كنقوله الماء هو المذاب لأنه هو الذي يذيب لنا الملح أو السكر إذا نعقلوا عليها إذا الماء دائما هو الجسم المذاب وهنا كنظره على الدوابان يعني من كنظره على الدوابان قصي يكون عندنا المداب والمذيب مزيين عندما يمتد جسم ينقص حجمه خطأ إذا قال لك عندما يمتد جسم لا تنشدتش نفاها ونختيها رأى الحجم ديالها أوتوماتيك مو كي تزاد قال لك درجة حرارة الغلايا الماء هي 100 دوغري سوليسيو صحيح إذا من كيقعدنا ديك من كنتحوله من لطعمة من الحال السائلة للحال الغازيات ما فين كيكون عندنا الغلايا يعني ما فين كيوقع لنا فلكن يكون عندنا 100 درجة آآ سيليسيوس مزيين قال لك تصنف إذا السؤال الموالي قال لك تصنف الضفضعة ضمن الأسماك خطأ ضمن التاديات خطأ ضمن البر مائية إذا صحيح إضا الضفضعة كان صنفها ضمن البر مائية إذا كتعيش في البر وفي الماء مزيين لا تتعرض المياه الجوفية للتلوث خطأ بل تتعرض المياه الجوفية للتلوث يعني المياه اللي كانت تحت الأرض ركت تعرض للتلوث مزين تتوفر الحيوانات الفقارية على هيكل عظمية تميز بوجود عمود فقاري صحيح يتوفر القط على معيدة أكبر من معيدة الأرنب خاطئ إذن دائما العاشب كتلقى عنده معيدة كبيرة مثلا بحل معيدة ديال الحولي ركتلقها كبيرة من مثلا ديال الشيحيوان مثلا لاحيم مزين يتوفر القط على معيدة دقيق أطول من معي الأرنب خاطئ إذن دائما العاشب كتلقى عنده معيدة دقيق طويل إذن لاحظوا معي الحولي كتلقى عنده معيدة دقيق طويل بزاف وإذن قاعد الحيوانات العاشبار كتلقى عنده معيدة كبيرة وكذلك معيدة دقيق كتلقى طويل بزاف اذا نحاولو ندير واحد تذكير نشرح وشنا هي السودات والميدقة والمهم رادي ديج احطجوش فيديوهات على مول خاص العلوم راكيني فلاشين يعني فيهم كامين هاد دورو سنيت اذا بالنسبة عندنا هادي هي الزهرة اذا هادي اللي هنا كتسمى البيضاء وهذا الاخرها كتسمى المبيض وهذا كتسمى القلم والما يسمى راه وراه قدرت عليه السهم وهذا كتسمى الشمراخ السيبلات وعدنا هذا كتسمى الخويت وهذا كتسمى المئبر مازين اذا نقل لك العضو التناسولي الذكري هو المئبر زائد الخويت اذا العضو الذكري التناسولي هو هذا عدنا الخويت زائد المئبر كتسمى السودات وعدنا العضو التناسولي الانثوي لهو هادي هذه النقطة اللي كتسمى البيضاء الداخل زائد القلم زائد الميسم ها هما الميسم زائد القلم زائد الموابيض كتسمى الميدقة اذا فاشقلنا قبيلة من هذا المأبر الميسم هنا كเดتضر편 للحبوب اللقاح. هذا quieren titarer أنا trajeru وضع تقيمyi الفيديو ويشترك هذا القضية. الميسم حسناً من مشكلات من مرحلة النابلة متفقية والقول. ما هو شي bitterness. نسبة الناباتة الزهري تزهرnnحنا بالناباتة لا تزهر إذن الامر كنا نعليهه على ابر مباشير عندي عند انتقال حبوب اللقاح إلى المسم لنفس زهرة ظهرها كا نتقل لنا من مئبر إلى المسم لنفس زهرة وكان أعليهه على الامر لامر الغير مباشيه يدي من انتقال حبوب اللقاح من ظهرة إلى ظهرة أخرى بواسطة الرياح الحشرات والنحر لانسانk Virnao لآخر إذا كان رغ popularity مثل ما لي كتكون الظهرة كيف لا تتخ configure مثلاً بواسطة الحشرات ولا الإنسان ولا الريح إذن هتمكن هضروا على الأبر الغير مباشر من المباشر كيكون في نفس الظهرة يعني كنتقلوا حبوب اللقاح غير من هنا لهنا غير من هنا لهنا كيتمعدنا الأبر المباشر إذن هذا هو تذكير باشتنتمات توضح لكم الصورة إذن نمشي للسؤال الموالي تنقسم الحيوانات الفقرية إلى خمس مجموعة وهي الأسماك اللي هي تعيش في المياه تتنفس بواسطة الخياشين تتحرك بواسطة الزائف وتمتلك عمود فقري بالنسبة للبرلمائيات مثل الضفاضع يعني تعيش في الماء وكذلك اليابيسات تمتلك عمود فقري بالنسبة للزواحف مثلا كالعفاعي تعيش على اليابيسات تتنفس بالرئات تمتلك عمود فقري بالنسبة للطيور تعيش على اليابيسات تتنفس بواسطة الرئات وكذلك لها عمود فقري والتديات مثل البقرة يعني لها عمود فقري غالبيتها تليد وتتنفس بالرئات. مزين بالنسبة للخليط متجانس هو لا يمكن تمييز مكوناته بالعين مجرد. يعني الخليط المتجانس هو ما يمكن يشتميز دوك دوك المكونات ديله متى محل الى شدينك الزيب وزنع الماء. اذا ما غير يشتميز بين الحليب والماء. هذا هو الخليط المتجانس. خليط غير متجانس يمكن تمييز مكوناته بالعين المجرد. مثلا شدين الماء والزيت. لا نحط معي الزيت كطع الفوق لان الكتفة ديلها صغر من واحد. وبما ان الماء الكتفة ديله واحد. الماء كيبقى لتحته الزيت كطع الفوق. اذا كيمكن ان تمييزهم يعني كيبانون لك. اذا دوك الخليط غير المتجانس. بالنسبة لمكونات احيائية مثل ابقار الانسان الحشرات الاراني بدن احيائية يعني تتنفس. محل الانسان الى اخيري. قال لك مكونات لا احيائية مثل الماء والطربة. يعني احيائية مثل الماء والطربة. قال لك اذكرت على التقنيات لفصل الخلائط. دي جارة اذكرنا في الفيديو. التبخير مثلا بغيت تحييد مثلا الملح من الماء. قد دي لي التبخير. تصفيق مثلا بحل بغينا نعزله مثلا الماء والزيت. كل واحد نعزله ببحده. وكذلك الترشيح مثلا عدنا ماء زائد طربة مثلا ماء عاكر. بغينا نصفيه هدام كنديرو لعمل ترشيح. قال لك يوجد توجد اجسام او عفوا الالوان اه الاولية هي عدنا الاصفر والاحمر والازرق. قلوا عليهم دائما كتكون عدنا مثلا اه ازرق والحمر والصفر. هدو ما الالوان اولية. توجد اجسام لا تسمح بمرور الضوء وتسمى بالاجسام المعتمة مثلا بحل الخشاب اه الخشاب ماتلان ولا شي 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 بلاسيك لما كيدوسش الضوء هدو هدو اللي كتس اه العفوا اه هم اللي ما كتسمى بالاجسام المعتمة. اه وكذلك اجسام اخرى تسمح بمروره وهي الاجسام الشفافة مثلا بحل زجاج املس. وكذلك بالاجسام نصف الشفافة مثلا كتلقى ذاك الزجاج خاشن شوية كيكون يعني يمرر واحد القليل من الضوء. هدو ما الاجسام نصف الشفافة. قال لك انه يعتمد الانسان في القيام بحركات المشي والجري والقفز على العضلات والعظام يعني باش انه يقوم حركات المشي والجري اه يعتمدوا على العضلات والعظام. انواع اسنان لدى الحيوان العاشب هي قواطع والادرس. اذا بالنسبة للحيوان العاشب عنده القواطع والادرس. انواع الاسنان لدى الحيوان اللاحيم هي كان الانياب والادرس المزين قالك من بين المواد المعدنية الموجودة في الطربة نذكر الحصى والرمل الدقيق والطعمي والطين الى اخيره هذين هم المواد المعدنية اللي كانت في الطربة قالك يوجدوا في الطربة نوعان من المواد العضوية مزين اذا مواد عضوية حية كالديدان والحشرات وجذور النباتات مواد عضوية حية مواد عضوية ميتة مثلا كبقايا أوراق وأغصان نباتات وكذلك وجوتة الحيوانات إذن حاولوا كذلك تعقلوا عليهم قد رسولكم نهار الانتحال إذن بالنسبة للسؤال كيف نبين أن الطربة تحتوي على الهواء بغينا نعرفوا أن الطربة كيف تحتوي على الهواء إذن نأخذ حوضا زجاجيا شفافا ونملأه بالماء ثم نضعه في قطعة أو عينة من الطربة فنلاحظ تصاعد فقاعة غازية من الطربة مما يدل على أن الطربة تحتوي على الهواء إذن بشتعرف أن الطربة في الهواء كتشد واحد إينة كتدير فيه الماء كتشد واحد عينة من الطربة وكتلوحها في ذلك الطراب ومن بعد كيبانو لكو واحد الفقاعة كيطلعوا للفوق إذن ذك شلي كيدل بلآن الطربة تحتوي على الهواء مزين تتعرض طربة لعوامل حتى كثيرة نذكر منها كينا الأمطار كينا الرياح شديدة المياه الجارية الرعي الجائر إلى آخر إذن هذا كامل العوامل كيمكن تسبب لنا في الحد تتكون الدار الكهربائي البسيطة من المولد أسلاك التوصيل وقاطع الطيار وكذلك المصباح إلى آخره تركيب المعتمد في التركيب الكهربائي المنزلي هو التركيب على التوازي اللي شكو نقول التركيب على التوازي لأنك تخسر لك واحد البولة ما يكون لأخرين ذلك الشعر لذلك هل من إلينا تكون بالشوال هناك تتم تركيب على التوازي لماذا؟ لأن الخسرت لك واحد البولة الأخرين يبقون شعالين عكس تركيب على التوالي إلا خسرت البولة واحدة يخسروا الأخرين يعني يعني يتقدم يتقعدوه لك عناصر التركيب الكهربائي المنزلي هو العداد وعند بالعեة تشكي دير لنا هو يحسب كمية الطيار الكهربائي المستهلة يعني كنقوله كونتون الفاصيل فتح وغلق الدارة عند حدود تماس يعني بين سلك الطور والمحايد كذلك الصهيرات يعني الصهيرة يعني حماية الأجهزة من الإتلاف كذلك أصلك التوصيل قواتع طيار المصابيح مأخذ الطيار وكذلك الأجهزة الكهربائية اللي كنستعمل مزين إذن نستعمل في التركيب المنزلي ثلاث أنواع من الأسلك وهي سلك الطور لونه أحمر وكذلك سلك المحايد لونه أزرق وسلك المأخذ الأرضي ويكون ملوانا بالأصفر أو الأخضر إذن هده هما ثلاث أنواع دي الأسلك اللي كنستعمل في التركيب المنزلي بالنسبة للضغط الجوي هو الضغط الذي يطبقه الهواء على الأجسام المغمورة فيه وكذلك يقاس الضغط الجوي بواحد الجهاز اسمته البارومتر إذن هذا الجهاز اسمته البارومتر تدور الأرض حول الشمس دورة كاملة مدتها ثلاثمائة وخمسة وستون يوماً وتدور حول نفسها في مدة الصغرق 24 ساعة صحيح ويدور القمر حول الأرض في 29 يوماً ونصف يوم إذن هذا بينين تحدث تحدث ظاهرة الكسوف والخسوف نتيجة دوران القمر حول الأرض صحيح يعطي أسماء الأشهر التالية من السنة الهجري الشهر الثالث هو ربيع الأول الشهر الخامس هو جمهة الأولى والشهر السابع هو رجب والشهر الثامن هو شعبان ترتيب الكواكب أو كواكب المجموعة الشمسية حسب أقرب كوكوب إلى الشمس هو عطار الظهرة الأرض المريخ المشتري زوحال مورانوس ونيبطون إذن هذه هما الأسئلة اللي حاولت نجاوبو عليهم في هذا الامتحاد حاولوا أنتم ما تراجعوهم باش حتى الحواج اللي ما كنتوش عارفهم زيدوا تكتبوهم باش عقلو عليهم وبالنسبة للفيديو راكني ندو جوجي الفيديوهات على الملخص للعلوم متمنى نكون وصلت لكم على الأفكار وستفدوه وما تنسوش تخليونا الشيكو مواطير كتحفيز وتشجعونا باش تستمروا في هذا المحتوى الهديف وتشتركوا عدنا في القناة وبرتجوا لفيديو مع صحابكم باش يستفدوا احدهما إلى حصتي القديمة إن شاء الله والله يعانكم